ورجعنا لكم نكمل آخر فقراتنا أشركي جمالا بفضل التغذية السليمة مع دكتور حسام العاصي أخي الصائي تغذية ونحت القوام أهلا وسهلا أستاذ حسامي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لا ولا هل أهلا بحضرتك وعلي يا دكتور أعلى رأسنا أهلا وسهلا بحضرتك طبعا زي ما هيك أكتتي عشان نشر جمالا لازم نهتم بجاذبيتنا وعشان نهتم بجاذبية وما يظهر لأك لازم نهتم بجمالنا الداخلي قبل من عشان يظهر على جمالنا الخارج أو أنا قلت أستاذ حسام بس إن شاء الله أستاذ دكتور حسام العاصي إن شاء الله الفكرة اللي جاية يا رب فعلا عمات مجستير وإن شاء الله يكون لنا دكتورا إن شاء الله يا رب دور إن شاء الله يا دكتور ونفرش تشرف فيها مع حضرتك بإذنك يا رب رب نافل النهاردة بقى يا دكتور هنتكلم عن التغذية والجمال طبعا ندخل بقى في المهمة على طول على طول يا رب إن شاء الله إيه هي بقى الفيتامينات والأكل اللي ليه علاقة بجمال بشرتنا وشعرنا وضوافرنا بالضبط أكيد إن إحنا نعرف كل الفيتامينز اللي موجودة جوه اسمنا واللي ممكن نقصها أو زيادتها هو ليحافظ على مشتوى جمالنا ومستوى إشراكاتنا دايما من المسال لهم مثلا الزنك وده اللي بيحافظ على معانة شعر عشان شعر يكون بيلمع بشكل كويس منتظم دايما في نيزة بعض الناس تقول لك إيه أنا شعري بحس نوبي بيض وأنا صغير نقوله دايما نحافظ على الزنك طب إيه مصادر الزنك زي اللحوم زي فواكه البحر زي كمان الحليب والأمح طب نيزة تانية تقول لك أنا يا دكتور بحس أن شعري بيقصف ده نقص الحماض الأمينية اللي هي بيسميها الأمينو أسدس ودي أهم مثال منها الأسماك الغنية بالزيوت طب ده نيزة تانية تقول لك يا دكتور أنا حس أن شعري بيقصف شعري بيقع ضافر ما بتطلعش ده بيكون نتيجة نقص البيوتين البيوتين من أهم المكونات اللي بتخش في تكوين الشعر والبشرة وكمان سلامت الأظافر ده بيخش مكونات كتير زي الحليب وزي البروتينات اللي بيحتاجها في جسمي طب يا دكتور أنا بحس دايما شعري بيقع أعمل إيه شعري بيقع بشكل رهيب مش طبيعي الحديد الحديد السبانخ يا جماعة الكبد اللحم اللحوم والزيك دايما في بعض النباتين اللي بدخلوش بروتين جوا أكلهم بدلاقي عندهم مشاكل بنحاول نعوضها بالتغذية السليمة فدايما عشان تهتموا بجذبتكم ومظهركم الخارجي لازم نهتم بالجمال الداخلي عشان هو اللي بياكس مظهركم طب أنا عايزة عارف يا دكتور ليه أوقات لما بنيجي نخس بنخس وشكل جسمنا بيتغير ومقاساتنا بتتغير بس الميزان بيتانيه واقف صحيح بيه حالات كتير بتوجي معنا المشكلة دي بس أنا حب أطمنه مبروك انت كده بتخس دهون في فرق كبير جدا لما تيجي حضرتك تبدأ تخس دهون بس أو تخس كتورة الوزن ما تفرحيش بمزانك لما ينزل فجأة وينزل بكلمات كبيرة متوسطة ممكن ينزل في الأول لما فيه مية مقتزنة في الجسم وبتنزل لكن أنا نهميه أن أكتر حاجة تنزل في شكل جسم كالدهون الدهون هي اللي بترسم شكل جسمنا الدهون هي اللي بتخلي عضلاتنا بشكل كويس لكن لو جسمنا وإعضلات وفقت بروتيناتو بالتالي شكل جسمي بيكون سيئ وده بيكون نتيجة الأنظمة الغذائية السيئة اللي بتعتمد على اللوكرب الكربوهيدرات القليلة والسعورات الحرارية الأولية فإن لازم بعد كده أفضل أنزل ما بين وجباتي وأهم حاجة بنصح بها مشاهدين الحركة والتمارين اللي بتحافظ عضلة جسمي وتخلييني أنزل دهون بس فطبعا بطمنهم مبروك حضرتك أن تنزل دهون متطمين على نفسك تمام يا دكتور كويس أن حضرتك طمنت المتابعين أسباب بقى يا دكتور هبوط فيتامين دال في آخر فترة في القوينة الأخيرة بالذات في السنتين اللي فاتت دول بسبب أن احنا كانت فترة كثير وكننا ناخد أجازات وعادين في البيت لحظنا أن الناس كثير بدأت تنزل على مستوى ويتامين دال من أهم أسبابها أن نقص ويتامين دال هو الشمس أن احنا بتعرضش للشمس دايما نقول على ويتامين دال هو فيتامين مجاني ولذلك اللي تعرضنا للشمس هو بيوقع مستوى ويتامين دال في جسمنا تاني حاجة عدم أكل أنظمة صحية وأكل صحي يساعد على دخول ويتامين دال جوه جسمي آخر حاجة بنحافظ عليها في مستوى ويتامين دال أن فكرة أننا السمنة لما بيكون في مستوى السمنة عالي ده بيخلي ويتامين دال بيجري يختزن جوه الدهون وبالتالي بيجي مع الوقت بنلاقي مستوى ويتامين دال في اسم طبعه معنا سمنة ولذلك ما تجريش تعمل على طول تاخد صبل منت لا استنى تنزل شوية في الوزن وطبيعي هتلاقي فيتامين دال بيوعه معك وبيصر معك بشكل متواصل احنا معنا مداخلة يا دكتور تفضل لفن ونقول سلام عليكم أستاذ يوسف ألو سلام عليكم أستاذ يوسف أستاذ يوسف أستاذ يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضر اتفضل حضرتك ازاك يا يوسف الأخبار بخير والله الحمد لله الحمد لله صوتك مش غريب فيه أي سؤال للدكتور ألو الأخبار تفضل طب مش عارف صوتي يعني لا لا صوتك قريب علي حد ومتابع معي من زمان كمان يوسف يوسف حدايا الأهرام صح يوسف بلال معاك أهلا بيك ازاك يا يوسف الأخبار الأخبار الأهم متابعين لي لو كان لديك من صورة لي معنا أعتقد ياريت آه في صور معنا اليوسف طب صور لو صور يوسف ممكن ننزلها بعد إذنكم آه طبعا ياريت إيه الأخبار يا بطل كله بخير الله الحمد لله طب مني عليك أنت أخبارك طب مننا يا يوسف بقى ياريت بقى أنت تحكي لنا خلال فترة المتابعة 3 شهر ونص اللي فاته وإحنا وصورة أعتقد زهرت على الشاشة آه تحكي لنا طول الفترة دي الأخبار ماشاء الله مع دكو حتام 3 شهور و15 يوم يعني ماشاء الله فأنا كنت عملت ضغيات كير أول بكده واتبعات المكيبات للدكتور وتبعات المعكبات Wade أو كده في المغوضة لنتجة اللي قلت الله مع دكو حتام دائد فأي الدكو حتام صراحة رحتله فأي يعني كنت رح بس لاتناقش الأول وأتبه معالدي était prêtong فيها ايه فأول المع dibujزلء لقيت رقم 100 نقي بالتطاق خالص أن رقم رهيب مصلا جميع ميزان العالي قوي يعني مصلا فأقولت им يا دكوuh تكازلنا سوا مع بعض فقال لي يا تبقى امتا? وقتنا هبدأ من النهاردة. انا شفت الميزان فقط تخضيت. لازم ابدأ من النهاردة مع حضرتك. فبعد انا مع دك الحسان. الحمد لله من اول اسبوع كان فيه نتيجة ممتازة. من تاني الزوم برضو فيه نتيجة ممتازة. خلال شهر عملت رقم ممتاز جدا جدا. كانت اتنشار كله بشهر. اول شهر. اه احنا وزني جتنهية اربعين وطراتين ونصف. عشان بس نبقى الكلام واضح يعني. طب قلنا بقى استاذ يوسف ايه الفرق ايه الفرق اللي انت حسيته من اه وانت كنت من الفترة دي والفترة دي. اه يعني اكتر حاجة عجبان ما دكرتان صراحة التنوية في الانظمة يعني. وكل نظام باتتابعه انا بنزل فات بس. محافظة عن نذية العضل. ومحافظة عن نذية الدهون للمية اللي بجسمي. اه لكن بنزل فات فقط لغير. في الان بادي بتاعي يعني. تمام يعني هو. فالتنوع الانظمة بصراحة مع دكتور حسامت. الانظمة الجزئية بالزات يعني انا مش محروم من حاجة مع دكتور حسامت. انا باكل تقريبا كل حاجة. بس تلميت وضح في اشرافه هو يعني. تلت تلت شهور اه فترة. ماشاء الله. وجيبني كم دلوقتي يا يوسف ماشاء الله. وصلنا كم دلوقتي يا يوسف. اخر حاجة. اخر حاجة يوسف ممكن بس اسألك انت كنت كم وبقيت كم في التلت شهور دول? انا مية اربعة وثلاثين ونص بقيت مية وعشرة. ماشاء الله. ماشاء الله. وثلاث شهور اكتر من اه. حوالي خمسة عشرين كيلا بزرق. متشاكرين اوي اوي يوسف. شكرا. ماشاء الله يوسف من اهم الناس اللي امتابع معي الله اكبر عليه بجدد. ويعني هو ماشاء الله انه كان بيلتزنب بكل التعليمات. وهو اطبق الفكرة بتاعتنا ان احنا مش فكرة انها بنعمل ضايت فكرة ان انا بديك انظام غزائية ده كمنا كنت بأكد عليه لا احنا قاعدنا له لايف ستايل حياته لايف ستايل هيمشي عليه حياته كلها طول عمره بتنظيم واجبات غزائية بتنظيم الاكل بالحياة اللي هو بقدر ينظامها ويبدأ يفتقنين عم بشكل قف مش هو الله من احسن لأحسن وبتفوقه يعني العيد تاني يا دكتور ان كل جسم له نظام معين طبعا طبعا وبأكد على المعلومة دي فيش حاجة يا جماعة اسمها نظام غزائي ثابت ما فيش حاجة اسمها يا دكتور انا قريت على النت ان الكيتو بيحرق قريت على النت ان الصيام متغطع بيحرق كل جسم له نظام غزائي بيتفصع على ستايل حياته على فكرة حيجمان الاكل غلط مش صح اقعد تفتكر من احنا لما نوقف اكل غلط هنقس بالعكس هنقس في الاول كمية كويسة ولكن بعد كده الحرق بوابة الحرق عندنا بتوقف دايما بقول الناس من اهم مشاكل في ان توقفنا الحرق اللي بتتكلم عنها بشكل افضل اسمها بوابة الحرق العضلية بتوقف ليه بسبب واحد الروتين والسبات عدم الحركة عدم شرب المية واهم السبب ورابع السبب فكرة تثبيت الوجبات او الحرمان لما انا بوصل جسمي ان انا افصل على روتين اكل ثابت او وجبات ثابتة المنوع ده بيثبت الاكل لانه بالبلد كده الانتج بيساوي الاوت تج معدل الداخل هو معدل الخارج تمام يا دكتور طب دكتور انا عايزة اعرف ايه الاعراض اللي انا لو حسيت بيها اقول لازم اعمل تحليل في المعمل فيتامين دال يعني ايه الاعراض اللي انا حسها لو هو نقص عني فيتامين دال هو فيتامين العصر دلوقتي هو حاجة بتقرقنا كلنا فيتامين دال مشكلته كمان ان هو بيدخل في حياة كتير جدا لما دايما لو انا حسيت بجسمي فيه قرق فيه خمول شوية مجهوده لايه عن الاول يفضل ان احنا نروح نعمل تحليل فيتامين دال فيتامين دال والانيميا حسيت ان مثلا عضلات جسمي تبقى شد علي دايما دايما فيه ارق فيها دايما فيها الم نحاول نعمل فيتامين دال ومجنيسيوم لكن لو عندي مشاكل في العظام حسيت دايما ان العظام بتوجعني ركب بالطرقة يفضل ان احنا نعمل فيتامين دال وكالسيوم لو بلقيت ان المستوى الجروح عندي دايما لما بننجرح الجروح عندنا ما تلتقمش بسرعة نفضل داما كده انا عندي ممكن اشتباه يكون عندي سكر فاعمل فيتامين دال والتحاليل الخاصة بالسكر حينا كمان سبب من اسباب تساقط الشعر فيتامين دال دايما لما يكوننا حد في التغذية يقولنا يا دكتور عنا بشتكي دايما من تساقط شعري بنقوله دايما على طول اعمل لي أنيميا اعمل لي مخزون حديد اعمل لي مستوى فيتامين دال في الجسم اغلبيتنا بيقى مستوى فيتامين دي زي ما اتفقنا بالذات في الفترة اللي فاتت دي كمان من المشاكل اهم المشاكل اللي احنا بنأكد عليها في اخر فترة الفترة اللي فاتت فينات كتير من انا خليت كورتزونات كتير كورتزونات دي عملت خلل هرموني عندي في حكتين جزء منها في مستوى حرمون اسمه الليبتن وده هرمون الشبعة ده الهرمون اللي مسؤول عندي عن الشبعة وبالتالي لما مستوى الكورتزون بيعلج ودامي بسبب اشياء كتير انا بحتاجة اكل فيها كورتزون قد نهى بسبب مرضي او بكائن بمكان ما باشبعش باكل بكمية غير مقودة غير كلا كمان هو بيقلل الافينتي بيقلل وصول الانسولين للريسبترزو بتاعته انه بقدرش يشتغل بشكل سليم وبالتالي بيخليش الجسم عارف يحرق بشكل منظم بس بطمنكم ان الموضوع ده له حل وامن جدا وله حلول نحاول نحافظ كمان على الاكل اللي بيكون فيه بغاية تمندال زي زيت كبد الحوت زي مصادر كتير في اللحوم البيض الحاجات الكتير اللي بحش جوة اسمنا تمام يا دكتور طب دكتور معليش ممكن اسأل بس سؤال في النقطة دي الشمس لو انا مثلا رتم الحياة بتاعت فيه اشخاص كتير يناموا الصبح ويصحوا بالليل طبعا خاطئ لان انا كده تقريبا ما بتعرضش للشمس بشكل تام اولا موضوع عكس النوم ده بيقسم معي تلات مشاكل ودائما بيظهر معي دائما اللي بيبقى لبنومه بتلاقي تحت غيمة سويت دائما بتلاقي مجهوده اللي يعني زمائله بتلاقي طقته أقل بتلاقي ان هو دائما عنده خلال في الاتزان الكلام ده كله بسبب ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عمل جسمنا بيولوجيا ان هو يحافظ على مجموعة من الفيتامينز اللي بتنتج في جسمي بداية من النهار لحد ما نصح عشان كده من اهم النصائح الناس في الضيط اقول له اثبت يومك اصحى بدري نام بدري كلب موعيد منتظمة حافظ على موعيد اكلك اثبت كذا اما ده مهم جدا عشان كده احنا بنحاول نفصل الانظمة على موعيد الناس ولكن نقول لهم الصح عشان يحاول يمشوا علي ان شاء الله ان شاء الله يا فن الدكتور معلش بقى ممكن تقول للناس كده شوية مشروبات للناس اللي حرقها ضعيف يعني فيه ناس كتير حرقها ضعيف يعني بتحتاج حاجة صحيح اهم المشروبات طبعا عندك زي الجنزبيل والقرفة وده اللي بيعلي الحرق بيحسن الدورة الدموية الميا والكمون والعسل بتعلي معيها الحرق وتحسن الدورة الدموية المشروبات اللي بيكون فيها الأحماض الأحماض زي الفواكه الحمضية اللي بيكون فيها فيتامين سي وبتعلي الحرق معي جدا كويس جدا برضو كلمنا على القرفة كمان على الجنزبيل كمان بنشرب أحب أفضل دايما نقول للناس مشروب ده اللي بحبوا دايما نقولوا يعني بحبوا ما اسمه مشروب عص وبيلزق بطننا في ظهرنا نشرب كوباية مياه دافية عليها عصا لابيض وعليها نصف لامونة وعليها أي حاجة من الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها دي مهمة جدا نحن نشربها كوباية عريق وكوباية قبل النوم هو المشروب الأخير اللي حضرتك قلته دوت يعني غير أنه هو بيعمل بيحسن الهضم طبعا وبيعلي معي معدل الحرق وكمان بيقوي المناعة طبعا بيقوي المناعة ده بيقوي المناعة طبعا طبعا حضرتك دكتور قال لي عليها على فكرة ممتاز المشروب ده بيحب جايما نهتم من الطبيع يعني سواء كان في التغذية أو نحافة المنتجات العشبية ممتازة جدا دايما أننا حابة تجيه للطبيعة الأول لو كانت الدنيا عندي يوقع قوي بابدأ أدخل صبل من توأدخل حاجات تسعيد طب والديتوكس يا دكتور برضو بيعمل من المشروبات الممتازة جدا جدا وأحلى حاجة في الديتوكس أننا عشان نجيب أحس ناخد منه أعلى فوائد من جيب كوباية مية أو شفش 100 لتر مثلا نحط فيه كل الحاجات الطبيعية زي مثلا شريح برطقان شريح ليمون نعناع نعناع الحاجات دي كلها الحاجات الطبيعية ونحطها في التلاجة بيت من 8 إلى 10 ساعات وبعد بيت بنيجي نصرابها تالي يوم طول اليوم بتعلي معي معدل حرق وبتخلص الجسم أقصر السمو الموجودة فيه طب أنا عايزة حضرتك تقول لنا على السور اللي هتطلع حالا فترة إيه وخدوا فترة قد إيه فترة زمنية وخسوا من كامل كامل ناخدنا حالات بسيطة عشوائية وكانت تشجيع للناس وإن شاء الله الحلقات الجاية هنبدأ نارت حالات تانية إن شاء الله إن شاء الله دلوقتي نشوف مع بعض الحالات طبعا الحاجة من هنا طبعا من أهم الحالات عندي وأنا بتشرف بها جدا لأن أصلا الحاجة من هنا هيجي لي حالة مرضية مش حالة تأسنة هي كتجي لي حالة مرضية وكانت متحولها عليها من دكتور بطنة وقلب إن هي مبتدرش تتحرك من الجسم خالص بسبب موضوع السمنة ضغط عليها وضغط على الكيمية الجسمنا وعلى وظيف القلب الكبد فكان الدكتور طلب منها إن هي تحاول تخص بشكل سريع وكمان هي سننا كبير بس ما شاء الله جات لأبل رمضان وقدرنا في فترة أقصيرة معها ومن فترة أقصيرة بقى خست من كامل كامل ما شاء الله إحنا داخلين مع بعض الحالات دلوقتي في 30 كيلو 30 كيلو ما شاء الله يعني ما شاء الله يعودها الشهور ونص البنوتة الجنة ما شاء الله من بنوتة العسل ما شاء الله سننا حوالي 16 سنة هو الله أكبر يعني دلنا يوصل لوزنها المثالي اللي هي بتطمع فيه ما شاء الله أصلا حوالي 12 كيلو في اللاية تعدى الشهر ونص وزنها يعني على شكلها الظبط هي الميزة كمان إننا دايما لما بنخس الناس بنحافظ إننا نحافظ على وشهم وشعرهم بنحافظ على إطلالتهم دايما بشكل سليم مهم جدا إن الناس لما تخس معايا تفضل نصيحة بقى مهمة جدا جدا للضايب كده في السريع حاضر نقول خمس حاجات مهمة نحافظ عليها واحد نصحة بدري اتنين ننام بدري دي مهمة جدا تلاتة نظموا معايد أكلكم أربعة اشربوا مية كويس بروتين يومي كل 30 كيلو مننا نشربوا لتر مية لابتالي إحنا لو 90 كيلو نشط وقتها لتر على مدار اليوم أفضل وقت لشرب المية يقابل الوجبات يبعد الوجبات المية وسط الأكل ما بتعملش كرش ولكن كترها غلق الحابح حاجة وده مهم جدا ان احنا نحاول نقلل نستبدل السكريات بمثلا من الحاجات مفيلة زي العصر الأبيض نستبدل الحلويات بالزبادي وعلى الفواكه الفرش كمان نحن نقش نفسنا ان الضيط مرض ان الضيط هو حاجة أنا همش على فترة لا عيش حياتك ان الضيط ده لايف استيل امشوا اتحركوا يلا بدأوا انتم مسلمين ايه الحماس والتشجيع هو أهم حاجة اشوفكم دايما كلكم بألف خيار يا رب دايما يا دكتور وانا سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك وان شاء الله لنا حلقات مع بعض وعندي اسئلة كتيرة جدا جدا لحضرتك لان انا شخصيا بستفاد بالمعلومات الجميلة دي وطبعا المتابعيننا انا اللي بتشارب بحضرتك دايما بتشارب البرنامج ودايما نكون معك على خيار يا رب صحة وسلام وان شاء الله انتظرونا كل خميس في القلب وميريد علشان نشوف كل جديد معنا ان شاء الله مع السلام شكرا